وكنا الحياة قبل الفاصل وقفنا عند بعض الحالات الطرقة وقلنا ماذا لو لقدر الله لقدر الله حصل إصابة قدت إلى قطع طبعاً بيبقى مصاحب لها نزيف ومن بقاش عارفين ده قطع في الشرايين ولا كمان في الأوطار المفروض هنحس بإيه والمفروض نعمل إيه علشان نتلافى المضاعفات قبل طبعاً مفيش أي شك في إن إحنا علاج هذا الأمر بيكون في وحدات الطوارئ في المستشفى دكتور أشرف نتصرف إزاي في الحالة إزاي كده ومبدئياً هنشعر بإيه يعني طيب هو إلى الحد لما بتعور البنيئة ده فاضلة في مبخة بسكينة ولا في خناقة أو حد في الشارع بيبقى فيه مراحل مرحلة الأولانية ما بيبقاش تقريباً فيه ألم الضغط النفسي والا والا والموقف نفسه والسترس والضغط العصبي بينزل هرمونات وبينزل مسكينات ألم في المخ بتخليه ما يحسش بألم التعبير الدارج البنيئة يعني كالسكينة سرقاية إنه هو مش حاسس بالألم صحيح اللي بيلفت نظره في الأول هو النزيف أوكي وممكن فخدان الوظيفة وده أول ما بيحصل لازم إن إحنا لو فيه تلوث أيوة يعني مثلاً الإصابة دي حصلت في الغيط في الشارع المفروض إن إحنا نحاول نخسل مكان عمل مكان يعني مكان العمل أنا أصد مكان عمل زي مثلاً جزارة زي هو اللي بنخاف منه في الأساس هي الحاجات اللي فيها مية مش مية مش ملح أوكي طين مركب ده مكروات أكتر يعني بس والشارع وكذلك فنخسل بكمية من المية من الحنفية لازم غسل مكان الإصابة غسل مكان الإصابة ثم قطعة من القماش لأي شكل من الأشكال نضيفة وبعد نحطها على الجرح ونربطه تمام ده الإسعاف الأولي وبتالي هذا المشهد تحديداً عرد في أفلام سليمائية وزلسلات وده بالنسبة لنا دليل كويس يعني دليل استخدام كويس هو مش دايماً السيء طبعاً مش دايماً السيء ما بتقدم حاجات صحة بس الحاجات دي نصف بس دي ربنا سطر وجات سليمة مظبوطة بالصف الإصابة الحادة دي ممكن تكون معورة أي حاجة من هتعور الجلد في الأكيد طبعاً هتعور الأنسجة ما تحت الجلد بين الجلد والأنسجة العميقة ممكن تعور وطر ممكن تعور عصب ممكن تعور شريان